موشهر الكرام إشهرنا نكون معنا النهاردة المهندسة سيحة زاكر رئيسة المنطقة الاقتصادية لقناة سويس اهلا بيك فان اهلا بحراج سبا عم خير مهندسة كلمنا النهاردة على مردود هذه الافتتحات لترويج للعملية الاستثمارية والمشروعات الصناعية الكبرى اللي بتتم في حنطقة قناة سويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي بالطبيعة حول قناة السويس وبالتالي عناصر التواصل والوصول إلى المنطقة الاقتصادية هي من العوامل الهامة جدا لنجاح الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية تباحها ست مواني وأربع مناطق صناعية أحد هذه المناطق الصناعية في شرق الإسماعيلية وبالتالي نفق الشهيد أحمد حمدي اللي إن شاء الله سيفتتح الجزء الثاني منه اليوم سيكون له دور كبير جدا في تسهيل الوصول إلى هذه المنطقة وبالتالي اكتزاب استثمارات قادمة بإذن الله لمنطقة شرق الإسماعيلية بخلاف طبعا مناطق الصناعية الأخرى بإذن الله يعني بيطمننا على الاستثمار الخارجي في المنطقة استثمارات الحقيقة بتنمو إحنا الفترة الخمس سنوات الماضية كانت فترة أهمة لإعداد البنية التحتية وإعداد البنية التشريعية ويعني عوامل التهيئة خلينا نسميها والإعداد إلى المنطقة الاقتصادية نحن نمر الآن بفترة التمكين بمعنى نحن بنشوف بقى إزاي نمكن على أرض الواقع وعندنا بعض الاستثمارات الحقيقية فعلا ثم إن شاء الله المرحلة القادمة بقى تكون توطين صناعات رئيسية في هذه المنطقة اللي من شأنها إن شاء الله تكتزب كثير من المشروعات الإضافية اللي هي بقى سلاسل الإمداد والقيمة المضافة اللي هي الغاية المنشودة من المناطق الاقتصادية بإذن الله أستثمار المحل يا فندي أعوذنا تطمن عليه بالاتنين يعني إحنا عندنا المنطقة الاقتصادية مفتوحة لإستثمار المحلي والإستثمار الأجنبي وعندنا حاجات مشتركة أيضا كثيرة ويعني بتتحقق يعني أول بأول ويعني إن شاء الله كده تنمو بإذن الله لكن يعني عندنا قاعدة جيدة الآن طموحنا أكتر من كده كثير وإن شاء الله بإذن الله تتحقق أقبال يا فندي من الرجال الأعمال المصريين والأجانب برضو على الاستثمار وقامت مشروعات تنموية كبرى داخل المنطقة يعني الأقبال بيزداد طالما بنحنا بنحسن في عوامل التمكين اللي أنا بكلم عليه كلما عوامل التمكين دي تحسنت ويعني ظهرت معانا بشكل أفضل كلما استطعت أنها تكتزب استثمارات محلية أو أجنبية أو استثمارات مشتركة وده على فكرة السمة الأكبر هو الاستثمار مشترك ما بين محلي وما بين أجنبي في نفس الوقت